نشرت الظهر من القناة الوطنية الأولى والبداية بالعنوينة انتلاق امتحانات مناظرة البكالوريا البيضاء وسط اجراءات وقائية فرضتها جائحة كورونا وكاميرا الأخبار تستطلع أجواء الامتحانة بعد يوم من استئنف نشاطها إثر اضراب مطول عن العمل القبضات المالية تشهد اكتظاظا وشكاوى وتضمر المواطنين سوريا تشهد ثاني انتخابات رئاسية منذ الحرب عليها ورئيس بشار الأسد يتصدر قائمة مرشحها وسط انتقادات غربية أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذا الموعد الإخباري ونبدأه بالشأن التربوية فقد انطلقت اليوم امتحانات البكالوريا البيضاء امتحانات أجريت وسط اجراءات صحية فرضتها جائحة كورونا كاميرا الأخبار واكبت أجواء انطلاق هذه الامتحانات بأحد المعاهد الثانوية بتونس العاصمة بعضهم كان يلقي نظرة الأخيرة على الدارس قبل دخولهم قاعة الامتحان وقد ارتسم على الواجه خوف من ساعة اختبار خوف تخطاه البعض الآخر ولعدة أسباب منها نظام مخفف للدروس والذي فرضه الظرف الصحي قاعة جسد درجة في الحاجات اللي حفاظتها فما خوفة أكيد فما ضغط وكل دنك فما خوفة من يسأو المرأة الحق قمض عندي خوفة بحاضرين رواحنا وكل شيء نفسانين كل عملية غش أو محاولة غش تعرض أصحابها إلى عقوبات صارمة ذاك مضمون المعلقة الإلكترونية التي وقع تركيزها في ساحة المعهد والتي لمسنا إجراءات في منع وسائلها عند دخول التلميذ إلى قاعات الامتحانة بالنسبة لأمور التحسيسية حاولنا في المعالقات في التحسيسات نحسوا كون الغش أو أي محاولة غش أو غش يعرض صاحب العقوبات صارمة كيف كيف ممنوع يحجر استحاب الهتف الجوال أو أي جهاز إلكتروني إجراءات التوقي من جائحة كورونا كانت بادية من خلال كمامات حملها تلميذ وسها بعضهم عن ذلك مع تباعد جسدي هيئت من أجل احترامه قاعات الامتحانة نحن في كل قاعة تقريبا 15 أو 16 تلميذ على أقصى تقدير وحاولنا رغم القاعة شنو اللي تزو كل شيء حاولنا بشتوا وليكونوا سيباري سفارة أعلنت عن بدء الاختبارات لينكب بعدها التلاميذ على قراءة المواضيع المطروحة وفهمها بعد إجراءات إدارية وصحية وفي البالي شهادة باكالوريا انطلق العد التنازلي في إجراء اختباراتها خلال شهر جوان القادم استأنفت القبضات المالية بكامل ولايات الجمهورية عملها منذ يوم أمس بعد إضراب كان قد انطلق منذ 26 من أبريل الماضي ويأتي استأنف أعوان الجباية والمحاسبة العمومية والاستخلاصية لعملهم استجابة لدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل والجامعة العامة للمالية وقد شهدت مقرات القبضات اليوم اكتظاظا كبيرا وطوابير انتظار خلفت تذمر المواطنين الذين تعطلت مصالحهم قرابة الشهر كاميرا الأنباء رصدت أرى بعض المواطنين من الجموش يعملوا ثلاثة أربعة كساتا ليس لعب هذا كي وما تجيش يعملون حل رسول الله واحد يجي يخلص ورقة يضرب ثلاثة يام خمسة يام غابوا شر وبعد جينا متعذبين ويحتشد الصف على التمري بخمسة لايف يا ابن عمي احنا فينا هنا هذه تونس تعطيل كبير عنا كثرة من ساعة ويقفين نستنى ويزمنا نصبوا لديك لا رأس يوم تعنا عن البارح جيت ستنيت من المصباح حتى نفس النار ونص سكرت بعد مضي ساعة ونص ترجع أعطوني النمر ورجعت عود شديد صف وفي الأخر لقات لقينا الامبريمانت اوكيبي على طول عشية كاملة تخرج في الكنتابيريتي قالوا لي أرجع غضو السباح أنا رجعت اليوم السباح أنا بزيت نستنى نحب كي تنس متع ديكلاراسيون مخلصها بر انترنت راه ضغط كبير برشا راه واحد يقعد بالساعتين يستنى ريسك الكورونا تعرفوك تظهر بساعة وتستنى لا بي لسقى بعد وتقع يبعد لفهم اللي بيجيب باباتنا حانا بعد البصر نصور شو ما فروتوكو إجراءات جديدة تخص الوافدين على تونس ينتظر أعلانها في الساعات القادمة فقد رفعت اللجنة العلمية لمجابهة انتشار فيروس كورونا إثر اجتماعها أمس الثلاثاء مقترحات تتعلق برفع الحجر الصحي الإجباري على الوافدين إلى تونس ومواصلة فرضه فقط على القادمين من الدول التي تنتشر فيها السلالات المتحورة لكوفيد-19 كما أعلنت اللجنة العلمية حسب الدكتور أمان الله المسعد أيضا تقديمها مقترح رفع الحجر الإجباري على الوافدين الذين يحملون شهادة تلقيح مع إجبارية الاستظهار بتحليل سلبي أما الوافدين غير الملقحين فإنهم مطالبون بالحجر الذاتي لمدة سبعة أيام كما أوصت اللجنة العلمية باعتماد آليات مراقبة لتفادي تزوير نتائج التحليل وكانت وزارة الصحة أعلنت 69 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد و115 إصابة جديدة من مجموع 648 تحليلا مخبريا حصيلة جديدة لضحايا فيروس كورونا أعلنتها الوزارة مسجلة بتاريخ 24 من الماي الوزارة أعلنت في بلاغها اليومي أيضا أن نسبة التحليل الإيجابية اليومية هي في حدود 18.44 أصفرت عملية ملاحقة ثلاث سيارات داخل المنطقة الحدودية العازلة بيرمادة عن وفاة شخص كان على متن سيارة إثلاء اطلاق أعيرة نارية تحذيرية من قبل وحدات عسكرية وذكرت وزارة الدفاع الوطني في بلاغها أن الوحدات العسكرية العاملة بقطاع ارمدى رصدت مساء أمس ثلاثاء ثلاث سيارات كانت تنتقل داخل المنطقة الحدودية العازلة بجهة جنين وتولت التشكيلات العسكرية ملاحقتها وإطلاق أعيرة نارية تحذيرية في الفضاء لإجبارها على التوقف وأضاف البلاغ أنه أمام عدم امتثالها تم في مرحلة ثانية الرمي على مستوى العجلات حيث توغلت سيارتان في التراب الليبي فيما توقفت الثالثة وعلى متنها السائق ومرافق له تبين أنه قد توفي وقد أذنت النيابة العسكرية بعد استشارتها بفتح بحث تحقيقي في الغرض للتعرف على ملابسات الحادثة تم اليوم توقيع اتفاق بقيمة مليوني دولار في شكل هبة تسندها حكومة المملكة الهولندية عبر البنك العالمي بتونس لمنظمة إندا العالم العربية لتتمكن هذه المنظمة من خلالها من مساعدة الباعثين من الشبان والنساء في المجال الفلاحي بولاية جابس من بعث مشاريعهم في ذل شح موارد التمويل التقليدية اتفاق جديد في شكل هبة بقيمة مليوني دولار تمنحه المملكة الهولندية عبر البنك العالمي إلى منظمة إندا العالم العربي لمنحها إلى بعثي المشاريع الصغرى في المجال الفلاحي من الشباب والنساء بالخصوص الهبة تستهدف في مرحلة أولى حوالي مئة منتفع من ولاية جابس كل فلاحة ما هوش انتاج بركة حتى ليعمل في الكوسكسي فلاحة حتى ليعمل في الصلاة مشوية فلاحة ليعمل في السياحة البيئية فلاحة مجالات الفلاحة كلها مشمولة في المشروع هذه ونجمه يحصلوا على ما هوش قرض لكن هبة اللي بشتمشين بقدرة الإله لميات المشروع بعث مشروع منتفع جديد بولاية جابس وإن شاء الله الهدف نخلته إلى ما يقارب ألف موتن شغل انخراط الشركاء الدوليين مع تونس في دفع عجلة التنمية في المناطق الداخلية لخلق مواطن شغل هو الهاجس المشترك للممذين على هذه الاتفاقية لقد منحنا البنك العالمي حوالي 25 مليار يورو في شكل هبة واتفاق اليوم يشكل جزءا منها لفائدة ولاية جابس ونحن نطمح أن تنجح عند تمويله في خلق مواطن شغل جديدة نحن على اتفاق اليوم عند العالم العربي لإنجاز جزءا من برنامج ممول من حكومة المملكة الهولندية المنجز من البنك العالمي لمساندة الشباب والنساء في المناطق الريفية على غير غابس والقيروان وجندوبة ومساعدتهم على بعث مشرعهم ومؤسستهم وقد اعتبر وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار الذي حذر حفل التوقيع أن هذه الهبة تمثل خطوة إضافية باتجاه ربح معركة البطالة اتفاق هام وهم جدا هام نوعيته خاطر هيبة هام على وين متوجه يعني الأرياف متاعنا والفلاحة هام على طريقة التوجيه هو التمويل الصغير والتمويل للناس في بعض الأحيان يصعب عليهم بشي يدخلوا في مسالك التمويل العادية كل مرة وين نعاون مشروع كل مرة وين نعاون عائلة كل مرة وين نعاون باحث على العمل بشي يعمل هو بنفسه معناها الانجاز متاعه هذه فزنا في معركة ويمثل التمويل الصغير توقى نجاة لعدد من الباحثين عن الشغل في ظل شح الموارد والصعوبات التي قد تعترضهم عند الاتجاء إلى التمويل التقليدي عبر البنوك الدورة الرابعة لمعرضي الانشاءات بيترابلس الدولية الذي سينعقد من الثامن والعشرين من جوان القادم إلى غاية غرة جويلية الفين واحدة وعشرين سيمثل وجهة هامة لأكثر من مائة وعشرين مؤسسة تونسية تعمل في قطاع البناءات وقطاعات أخرى معرض الانشاءات بيترابلس هو الوجهة التالية لأكثر من مائة وعشرين مؤسسة تونسية تعمل في قطاع البناء والقطاعات التي تدور في فلكه وهي الدورة الرابعة وفم بلدان أخرين بخلاف ليبيا في المعرض هدية فم تركيا فم مصر فم إيطاليا فم فرنسا فم مالطا اهتمام على ليبيا والعالم الكل يغضر ليبيا ونحن تونس نستبشر خير بزيارة سيد رئيس الحكومة للقطر الليبي اللي نشوفه كونه الإجراءات كانت عاجلة وإجراءات كبيرة المعرض موعده بعد شهر من الآن اقتضى جلسة عمل لوضع اللمسات الأخيرة عدت لها غرفة التجارة والصناعة الإسفاقس معاولة على رصيدها من الشاركة مع غرفتي ترابلس ومصراطة وعلى إجراءات مشجعة ومصالح مشتركة في المواد البناء يعتمد سوق الليبي السوق تونسي هلبة حاجات من السرميك من الطلاق من هلبة حاجات يعني فيه حاجات ممكن قولك بالليبي من الريتيات من المواد العازلة أكتر شيء استعملوا فيها من تونس وفيه حتى علاقات تنائية يعني فيه من أكبر معرض سرميك من ثالث أكبر معرض مصنع سرميك موجود في مصراطة هذه مشاركة بين تونس وليبيا الحل الوحيد بالنسبة لتونس تواه خاصة في الظرف هذية المعامل المعنية عندها برشة سلاع وليبيا هي السوق الوحيدة التي تجم تستوع بالسلاع الموجودة أما يجب الإجراءات الإدارية هي التي تسهل هي طول الإجراءات التي قالوا عليها لا يقبل عليها للمانع لليبيا يملك هنا أو يحل التجارة أو المصنع إجراءات طيبة أما حاجة واحدة في رأس جدير يجب يجب أن يخليه مثلا الكمائن سلاع وحدا والباساجي وحده لسهل الطرق التنقل معرض الإنشاءات بيترولوس ونسخة الليبية للصالون المتوسط للبناء الذي تحتضن أسفاقس كل عامين وستحظى فيه المؤسسة التونسية بنصيب الأسد في المشاركة في تجديد لعقد ثيقة لم يتأثر بالمناخ السياسي إلى أخبارنا العربية والدولية فتحت اليوم مراكز الاقتراع في مختلف أنحاء سوريا أبوابها في انتخابات رئاسية تعد الثانية منذ اندلاع الحرب في سوريا ويتنفس خلال هذه الانتخابات ثلاثة مرشحين أبرزهم الرئيس الحالي بشار الأسد وبالتوازي مع هذه الانتخابات يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم اجتماعه الشهري حول الأوضاع السياسية والإنسانية واستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا مع حلول السابعة صباحا بتوقيت دمشق فتحت اليوم مراكز الاقتراع الانتخابية في المحافظات السورية أبوابها أمام الناخبين لتعلن معها انطلاق انتخابات رئاسة الجمهورية والتي تعد الثانية منذ اندلاع النزاع في سوريا قبل أكثر من عقد من الزمن الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها ثلاثة مرشحين أبرزهم الرئيس الحالي بشار الأسد الساعي لفترة رئاسية رابعة إلى جانب وزير الدولة السابق عبدالله سلوم والمحامي محمود مرعي وهو أحد معارضي الداخل وسبق له أن شارك في إحدى جولات المفاوضات برعاية الأمم المتحدة في جناف ووفقاً لوكالة الأنباء السورية سانا فإن نحو 18 مليون سوري في الداخل والخارج مدعون للإدلاء بأصواتهم قبل الساعة السابعة من مساء اليوم وهو موعد أغلاق المراكز علماً وأن عدد مراكز الانتخاب التي تم أعدادها داخل الأراضي السورية تساوي 12.202 مركز انتخابي وستغيب عن هذه الانتخابات حسب وكالة فرانس براس ستغيب عن مناطق سيطرة الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرقي سوريا وعن المناطق التي تسيطر عليها فصائل مسلحة في الشمال وشمال غرب البلاد وتأتي هذه الانتخابات الرئاسية وسط تنديد كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا حيث أدان وزراء خارجية هذه الدول في بيان مشترك هذه العملية واستنكروا إجراءها خارج إطار القرار الأممي وشتتوا على وجوب إجراء انتخابات حرة ونزهة بإشراف أممي وبمشاركة كل السوريين من بينهم النازحين واللاجئين وفي رد حول هذه التصريحات نقلت وكالة الأنباء السورية تصريح الرئيس بشار الأسد والذي قال إن سوريا لا تولي اهتماما لما تقوله الدول الغربية حول الانتخابات الرئاسية وأن قيمة هذه الآراء هي صفر بشار الأسد والذي تشير توقعات كل المحللين إلى فوزه بعهدة رابعة اتخذ عبارة الأمل بالعمل شعارا لحملته الانتخابية في محاولة لتسليط الضوء على دوره في مرحلة إعادة الأعمار خلال السبع سنوات المقبلة وهي مدة العهدة الرئاسية التي ستأول لمن سيفرزه صندوق الانتخابات والتي سيتم التصريح بنتائجها 48 ساعة بعد موعد إغلاق المراكز الانتخابية يواصل وزير الخارجية الأمريكية أنتونيو بلينكين جولته الشرق أوسطية التي تأتي ضمن مساعي الولايات المتحدة لتثبيت وقف إطلاق النار بين طرفي الصراع الفلسطينية الإسرائيلية لتكون محطته الموالية مصر ثم الأردن وفي سياق متصل بالتحركات الدبلوماسية وصل وزير الخارجية البريطانية في مدينة القدس اليوم بهدف بحث مسار التهديئة وحل الدولتين قادما من الأراضي الفلسطينية المحتلة وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكيني القاهرة اليوم حيث التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وبحث السبول الكفيلة بتثبيت وقف إطلاق النار بين طرفي نزاع الفلسطيني الإسرائيلي بعد أحد عشر يوما من عدوان المحتل الغاشم على قطع غزة والعمل على تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطع كما تعهد بلينكين في هذا السياق بحجد الدعم الدولي لإعادة بناء غزة المنكوبة وقد استبق بلينكين زيارته للقاهرة بوصف كل من مصر والأردن لاعبين رئيسيين في مساعد أحقيق الدهدئة في المنطقة مؤكدا أن القاهرة لعبت دورا مهما في إبرام الهدنة الأخيرة فيما كانت عمان على مدى سنين صوتا للسلام والاستقرار في المنطقة على حد تعبيره وفي إطار المساعي العربية والدولية لتثبيت الهدنة بين طرفين نزاع ووقف سياسة التصعيد التي تنتهجها حكومة المحتل ضد الشعب الفلسطيني الأعزل وأرضه المسلوبة وصل وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب بدوره اليوم إلى المنطقة حيث أكد مجددا التزام بلاده بحل الدولتين باعتباره أفضل طريقة لتحقيق سلام دائم وشامل في المنطقة وأوضح راب خلال لقائه مسؤولين إسرائيليين في القدس أن الأحداث الأخيرة تظهر الحاجة الملحة لتحقيق تقدم حقيقي نحو مستقبل أكثر إيجابية لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين والعيش جنبا إلى جنب في أمن وسلام دعا أنتونيو جيتوريس الأمين العام للأمم المتحدة إلى الإفراج الفوري عن القادة المدنيين في مالي وذلك بعد قيام الجيش المالي باعتقال كل من الرئيس ورئيس الوزراء وزير الدفاع بعد أزمة سياسية شهدتها البلاد وتغييرا وزريا وأشار جيتوريس إلى أن ممثله الخاص يعمل بشكل وثيق مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إكواس والاتحاد الإفريقي وجميع الجهات الفاعلة الدولية الأخرى التي تدعم الانتقال السياسي الجاري في مالي وكانت اللجنة المكونا من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إكواس والاتحاد الإفريقي والبعثة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي وأعضاء من المجتمع الدولي بما في ذلك فرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي أدانت بشدة محاولة الانقلاب في مالي وقد سمحا للجنة الوساطة هذه بلقاء الرئيس باهنداو ورئيس الحكومة مختاروان الموقوفين الاتحاد الأوروبي مسؤول جزئيا عن وفيات بين مهاجرين يسافرون بقوارب عبر البحر المتوسط أصابع إسهام وجهتها الأمم المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي معللة موقفها بعدم رده على نداءات الاستغاثة وعرقلته لجهود الإغاثة الإنسانية ودفعهم للعودة إلى ليبيا وقد ارتفعت معدلات الوفاة وتوفي حتى الآن هذا العام ما لا يقل عن 632 مهاجرا ووفقنا لتقرير مكتب حقوق الإنسان الأممية الذي جاء تحت عنوان تجاهل قاتل خلال هذا العام قدر ب632 مهاجرا غير نظامية وكشف التقرير أن افتقار المهاجرين للحماية هو نتاج نتيجة قرارات وممارسات سياسية ملموسة من جانب السلطات الليبية ودول أعضاء في الاتحاد الأوروبي ومؤسسات وأطراف أخرى في أخبار الرياضة تستكمل باقي مباريات الدورة السادس عشر من مسابقة كأس تونس في كرة القدم من خلال قمتي ترجي الرياضي والنجم الساحلي والنادي الإفريقية ونادي حمام لنف كما يباري مستقبل رجيش ضيفه اتحاد بنجردانا ويستضيفه نادي أسفاقسي النادي البنزرتي ويباري مرجانة برقة مارث الرياضية ويستقبل الملعب القفسي جاره هلالرديف ويلاقي اتحاد منزل بوزيان جمعية أريانا ويباري الأولمبي للنقل أمل حمام سوسا وتواجه أنفذة الرياضية نسر جلمة ويلاقي الأمل الرياضي بالرقب تطوين نادي بنبلا فيما يلاقي كوكب زاوية سوسا الترجي الجرجيسية وبالرياضة نصل إلى ختام النشر مشاهدين الكرام ونذكركم بعنوينها انتلاق امتحانات مناظرة البكالوريا البيضاء وسط إجراءات ميقائية فرضتها جائحة كورونا وكاميرا الأخبار تستطيع أجواء الامتحان بعد يوم من استئناف نشاطها إثر إضراب مطول عن العمل القباضات المالية تشهد اكتذاذا وشكاوى وتضمر المواطنين سوريا تشهد ثاني انتخابات رئاسية منذ الحرب عليها والرئيس بشار الأسد يتصدر قائمة مرشحها وسط انتقادات غربية ونشير إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على موقع التلفزة التونسية تحية طيبة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة